هذه اللقطات لانتظار بوتين الطويل لاستقبال أردوغان على هامش قمة طهران دفعت المراقبين للتقليل من منسوب التفاؤل على التوافق بشأن سوريا ولم تكن القمة الروسية الإيرانية التركية في طهران تحتاج مدة 24 ساعة للتأكيد على هذا الفشل فكلمات القادة أظهرت أن الأجندات متباعدة والمصالح متضاربة وختمها وزير خارجية إيران بمطالبته تركيا باحترام مقررات لقاء طهران خلال استقباله نظيره السورية إيران تتفاوض وتتشاور باستمرار مع الجانبين التركي والسوري بخصوص التطورات الحاصلة وجود القوات المسلحة الأمريكية في شرق الفرات من المشاكل التي تعاني منها المنطقة باستمرار قمة طهران أو اجتماع مسار أستان الذي توقف لسنوات أظهر أن حلفاء الأمس أكثر تباعدا اليوم حيث لم يستطع الرئيس التركي أن يخفي انتقاداته للدور الروسي والإيراني في سوريا بالتعاطي مع الإرهاب والحل السياسي وعودة اللاجئين نتشاور مع روسيا وإيران بشأن مكافحة مختلف أصناف الإرهاب في سوريا النظام السوري يحاول مخالفة ما اتفقنا عليه بشأن الحدود وعليه الالتزام بما اتفقنا عليه في مناطق خفض التصعيد أردغان طلب روسيا وإيران بدعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والخروج من مرحلة الأقوال بوتين بدوره وجد القمة فرصة لتحميل واشنطن مسؤولية الفوضى في سوريا على خلفية استراع مع الغرب بعد العملية العسكرية في أوكرانيا الكثير من الحالات تعود لمسؤولية الدول الغربية وخاصة للولايات المتحدة التي تستخدم كل إمكانياتها لزعزعة استقرار سوريا إيران التي تواصل نشر ميليشياتها وحرسها الثوري في سوريا حملت إسرائيل أسباب الفوضى في سوريا وأرادت موقفا منددا بهجمات إسرائيل عليها وطالبت تركيا بعدم القيام بأي عملية عسكرية في سوريا إعلان أردغان في المؤتمر الصحفي في ختام قمة التهران أن العمليات العسكرية في سوريا ستتواصل أظهر أن مسار أستانا انتهى وبانتظار إعلان الوفاة